في العفض الأخير قمت بتوضيح أنه إذا كان لدينا خط أي ما يسمى بالدليل سنرسم الدليل هذا هو دليلنا ولديه المعادلة Y تساوي K ولدينا نقطة والتي ستكون البؤرة وهي الإحداث A.B حيث أن بؤرة كل النقاط في مستوى XY متساوية البعد عن البؤرة وهذا الدليل لديه الشكل الذي يشبه تبدو هكذا والمعادلة في الواقع لقد أخذنا XY بطريقة عشوائية في مستوى الإحداثية وقلنا أن عليها أن تتوافق مع الوضع حيث أن بعدها عن هذه البؤرة تساوي هذه المسافة هنا مساوية لتلك المسافة فنضع هذه في الأعلى باستخدام صيغة المسافة ومن ثم نضع مساوية للبعد عن الخط إلى الدليل ومن ثم نقوم ببعض من عمليات الجبرية ونحصل على هذه المعادلة هنا لكل النقاط الموجودة والتي تتوافق مع الشروط حيث أن بعدها عن البؤرة يساوي المسافة إلى هذا الخط وبالطبع أنه قد أرضينا أنفسنا حيث أن هذا في الحقيقة قطع مكافئ وعلى رغم من أنه متشاعب بعض الشيء أكثر من القطاعات المكافئة كما نرى أعتقد أنه إذا نظرت إليه بدماعه ستجد أنه في الواقع قطع مكافئ على سبيل المثال القطع المكافئ المألوف هو ويساوي إكس تربيع فكيف يمكن هذا أن يكون كهذا حسنا في هذه الحالة هذا المعامل في الخارج يساوي واحد إذن في هذه الحالة واحد على اثنين بناقص كي يساوي واحد دعوني أمحو هذا الشيء حتى لا يربككم حسنا المعامل أمام عبارة إكس تربيع مساوي لواحد كم تساوي إيه؟ إنها تساوي في الواقع دعوني أعيد الكتابة بهذه الطريقة يمكنني إعادة كتابة المعادلة على النحو Y-0 تساوي واحد ضرب X-0 تربيع وأتمنى أنك ترى أن هذا لها نفس النمط رغم أن X و Y يقعان على جوانب مختلفة من المعادلة إذن هنا كما ترى أن واحد على اثنان ضرب B-K هي المعامل أمام عبارة X-A تربيع إذن حصلنا على ناتج هذه ويساوي واحد في هذه المعادلة A تساوي صفر إذن هذه A تساوي صفر هذا المنحنى X تربيع Y تساوي X تربيع تساوي صفر ثم B-K على اثنان هذا سيساوي وأبقى متذكرا أنا فقط أقوم بالتبديل الجانب الأيسر مع الأيمن وهذه Y ناقص عدد ما وهذه Y ناقص صفر إذن هذا العدد يجب أن يساوي صفر فنحصل على B-K على اثنان يساوي صفر والآن يجب أن نكون قادرين على استخدام هذه المعلومات لإيجاد المعاملات الفعلية للبؤرة والدليل لما أسميه الشكل المألوف للقطع المكافئ Y تساوي X تربيع تذكر ما قمنا به في العرض الأخير قلنا ما هي المعادلة الموجودة على نفس الخط الذي يساوي البؤرة بين هذه البؤرة وهذا الدليل وقد حصلنا على هذه المعادلة حيث كانت هذا قطع مكافئ نذهب الآن لطريق الآخر قلنا أن لدينا قطع مكافئ عبارة عن جميع النقاط متساوية البعد بين البؤرة والدليل ما هي البؤرة وما الدليل لهذا القطع المكافئ هذا ما نحاول فعله والطريقة التي قمنا بها هي اتبعنا نمط مطابقة هذه الصيغة مع هذه لنحدد هذه المتغيرات والتي تعرف البؤرة والدليل أليس كذلك B هو إحداث Y للبؤرة كتعرف الخط الأفقي للدليل ونريد إيجاد K و B ونحن نعرف ما هي البؤرة وما هو الدليل بالنسبة له فأنها سهل الغاية لنقوم بإيجادها فإذا كنا نعرف أن 1 على 2 ضرب B ناقص قيسة واحدة ونأكتبها هنا وأريد القيام بها لهذه الحالة بالذات فكن لا تفعل ذلك باستمرار إذن سنقوم بإيجاد صيغة عامة أكثر حيث تمكننا من سد العجز في المرة المقبلة التي تواجهنا فيها القطع المكافئ فإذا ضربنا طرفي المعادلة بـ 2 ضرب B ناقص K سنحصل على 1 يساوي 2 ضرب B ناقص K في الواقع علي إعداد قسمة كيلة طرفين على 2 فنحصل على 1.5 يساوي B ناقص K وهذا كافٍ دعونا نرى هذه المعادلة B زائد K على 2 يساوي 0 هذا يعني أن B زائد K يجب أن تساوي 0 صحيح هذا البسط يساوي 0 دعوني أكتب هذا B زائد K يساوي 0 معادلتان خطيتان تحتويان على مجاهيل لنقوم بجمعهما نحذف الكي فنحصل على 2 بيساوي نصف نقصم كل الطرفين على 2 ونحصل على بي تساوي ربع الآن ما قيمة K حسناً يمكن أن نعيد استبدالها دعونا نستخدم المعادلة نحصل على 0 يساوي ربع زائد K يمكن حلها بوسط التماع بها لكن يمكنك طرح ربع من الطرفين هذا يخبرنا أن K تساوي ناقص ربع لنرسم هذا فإذا كان هذا محور الإحداثيات سأرسمه بلون مختلف هذا محور X وهذا محور Y نحن نتعامل مع Y تساوي X تربية وأتمنى أن تكون هذه النقطة مألوفة بالنسبة لكم أن الشكل المألوف للقطع المكافئي يشبه حرف U ويبدو هكذا دعوني أكتب هذا Y تساوي X تربية والتي يمكن إعادة كتابتك تالي Y ناقص صفر يساوي 1 ضرب X ناقص صفر تربية نفس الشيء لهذا الخط فهو متساوي البعد من البؤرة والدليل حيث هذه البؤرة وكيف لي أن أعرف أن البؤرة هنا بدلا من هنا أو هناك أولا عليك التفكير بها لكن الشيء الآخر الذي ندركه هو ما هي رأس القطع المكافئ وأعتقد أننا قد مررنا حيث أن الرأس هي الإحداثية التي أعطيت من قيمة X وقيمة Y أو ما هي قيم X التي تشعل عبارة بإكمالها صفر هذه العبارة صفر وهذه في الأساس صفر صفر إذن هذا رأس القطع المكافئ هذا الرأس صفر صفر هو الرأس وسأقول V باختصار للرأس في القطع المكافئ المفتوح لأعلى يمكن اعتبار هذه أقل نقطة وإذا كان مفتوحا للأسفل ستكون هذه أعلى نقطة أو النقطة الأكبر هذه هي الرأس وقد رأينا عندما قمنا بحل هذه عندما قمنا بمقارنة النمط أن إحداثي X للبؤرة مساوية لإذا ربطنا هذا النمط هنا X ناقص تربيع ولدينا هنا X ناقص صفر تربيع هذا سيكون نفس الشيء دائما إذن الإحداث X للبؤرة سيكون دائما هنا دائما سيكون نفس الشيء للإحداث X للرأس إذا قمنا بإيجاد أن A تساوي صفر إذن الإحداثي هنا هو صفر والآن ما هي B إذن هذا كان الإحداثي صفر B أوجدنا أن قيمة B تساوي ربع إذن صفر ربع ومن ثم فإن الدليل عبارة عن الخط Y يساوي K في هذه الحالة أوجدنا أن K تساوي ناقص ربع إذن الدليل سيكون هنا هكذا هنا سيكون الخط Y تساوي ناقص ربع وقبل كل هذا انظر هنا حيث أن الناتج مثل ما نعرف لأن هذه النقطة الرأس متساوية البعد إنها ربع أسفل البؤرة وربع أعلى الدليل إذن على الأقل نجحت هذه الحقيقة لكن في ظروف محددة ولا تريد الذهاب خلال كل هذه الحالة في كل مرة تجد فيها البؤرة والدليل للقطع المكافئ لنرى الآن إذا كان يمكن الحصول على حلول عامة وفي الواقع ما أنم القيام به هو أريد أن أمحو كل هذا لأنني أريد إعادة استخدام هذا ولم ألتزم بهذه الصيغة دعوني أمحو كل هذا سأمحو كل ما قمنا به هنا في الأسفل الآن دعونا نقوم بحل مسألة بشكل عام وفي الواقع لقد أسأت استخدام هذا كثيرا دعوني أعيد كتابته سأضع Y على الجانب الأيسر بدلا من تكرار إذا هذا المساوي لي سأقوم بلون مختلف هنا الإختيار الصعب سأستخدم اللون الأصفر الفاتح إذا لدينا Y ناقص B زائد K على 2 يساوي 1 على 2B ناقص K ضرب X ناقص A تربية هذا هو موضع جميع النقاط التي تقع بين الدليل و يساوي K حسنا إنها متساوية البعد إلى الدليل والبؤرة A B لنفترض أن لدي قطع مكافئ وأريد أن أجرب استخدام أحرف مختلفة كي لا ننزعج لقد أعطيتكم القطع المكافئ Y ناقص Y واحد ولنفترض أن هذا القطع المكافئ لديه رأس على النقطة X واحد Y واحد يساوي قيمة ثابت إذن هذا القطع المكافئ الذي أقوم برسمي لديه رأس هنا فتكون صيغته Y ناقص Y واحد يساوي قيمة ثابتة دعونا نكتب هذه A وهي تختلف عن A الصغيرة هذا ما أردت أشروع إليه في العرض السابق ومن ثم أدركت أنني كنت أحاول تحمل الفيديو وكان طويلا وربما مزعجا على أي حال إذن عامل ثابت أو عامل قياس معين A ضرب X ناقص X واحد تربية فإذا عطيت هذا القطع المكافئ أو إذا استطعت إخراج القطع المكافئ لهذه الصورة فكيف يمكن إيجاد K B و A لتعرف إحداثيات الدليل والبؤرة أسأل شيء أن نجد A لأنك بهذه الحالة ستقوم بعمل تناسق نمطي هذا سيساوي هذا إذن تعلم أن A يساوي X1 إذن الإحداث X للبؤرة هو نفسه الإحداث X للرأس ويمكن أن تشابه النمط حيث أن ننعمل القياس الذي هنا سيكون نفس هذا أي 1 على 2B ناقص K لنكتب هذا إذن A تساوي 1 على 2B ناقص K وفي النهاية وفي النهاية نحصل على هذا دعوني أستخدم لونا آخر سأستخدم الأرجواني B زائد K على 2 لدينا Y ناقص Y1 وهذا سيساوي Y1 إذن لدينا Y1 يساوي B زائد K على 2 لدينا الآن معادلتان من مجهولين نتذكر هذا سيكون معطى A ستكون معطى وكذلك Y1 ستكون معطى لأن يمكننا حلها من خلال B و K والأعداد التي لدينا تعاونا نرى إذا يمكننا فعل ذلك إذا ضربنا طرفين معادلة بB ناقص K نحصل على B ناقص K ضرب A يساوي نصف نقسم الطرفين على A فنحصل على B ناقص K يساوي 1 على 2 A وفي الجانب الأيمن لونا نستخدم هذه الصيغة الأخرى هنا إذا ضربنا الطرفين بـ 2 سأستخدم لون مختلف فنحصل على 2Y1 يساوي B زائد K معادلتان بمجهولين لناخذ هذا وننزله هنا فنحصل على B زائد K يساوي 2Y1 ومن ثم نجمعهم ونحصل على 2B يساوي K فنفقد أجمع هاتان المعادلتان 1 على 2A زائد 2Y1 ويساوي B يساوي وتذكر أنها إحداثي Y للبؤرة يساوي نقسم كل شيء على 2 1 على 4A زائد Y1 إنها مثير لإهتمام يوجهنا هذا إلى أن نخذ إحداثي Y للرأس ونضيف إليه ربع A وهذا بالضبط ما حصل في المرة الأخيرة أليس كذلك؟ فقد قمت بمسح ما كذبته المرة الأخيرة لكن في المرة الأخيرة عندما كان لدينا Y يساوي X كانت قيمة هذا الصفر أي العامل القياسي كان الصفر فإذا رأينا أن إحداثي Y للبؤرة كان ربع وهذا نفس ما نعرفه إذن هذا هو B هذه قيمة B الآن دعونا نرى إذا يمكننا إيجاد K نحن نعلم أن دعونا نقوم بها في الأعلى هنا نعلم أن 2Y1 يساوي B أي 1 على 4A زائد Y1 زائد K ويمكن أن نطرح Y1 من الطرفين فيحذف هذا يتبقى لدينا Y1 نطرح ربع A من الطرفين Y1 ناقص ربع A يساوي K قمنا بحلها إذن هذا مثير للانتباه حتى الآن تبدو هذه أنها صياغ متشعبة لكن إذا قمنا بتمثيلها فعليا فأعتقد أنها ستصبح بديهية بعض الشيء مرة أخرى إذن لدينا القطعة المكافئ Y ناقص Y1 يساوي A ضرب X ناقص X1 تربية والتمثيل لهذا القطع المكافئ سيكون هكذا لا أعرف أي هي بالنسبة لمحوري X و Y سيبدو هكذا سيأخذ شكل U سيكون متجهة نحو الأسفل لكن سأفترض تمثيلا للقطع المكافئ مفتوحا للأعلى الآن هذا له هذه الصيغة هذه ستكون الرأس هنا وسيكون الرأس على النقطة X1 Y1 ما هي قيمة Y التي تشعل العبارة تساوي 0؟ إنها Y1 ما هي قيمة X التي تشعل العبارة 0؟ إنها X1 نلاحظ ما هذا الدليل إنه الخطوة يساوي K لكن ربع أقل من أقل من هذه القيمة هنا إذا سنذهب إلى ربع لسه فقط ربع هذا العامل القياسي ضرب ربع إنه ربع A هذه المسافة هي ربع A من ثم نحصل على الدليل أليس كذلك Y1 ناقص ربع A يساوي K إذن Y1 ناقص ربع A يساوي K أو ربع K A إذن الدليل سيكون هنا هذه Y تساوي Y1 ناقص ربع A ولكن هذا هو الجزء البديهي وتذكر نحن نذهب بمقدار ربع A أسفل الرأس ومن ثم النقطة البؤرية قيمة X للنقطة البؤرية ستكون X1 وهي نفسها قيمة X للرأس ثم نذهب قيمة Y وهي B ونذهب فوقها ربع A وهذا منطقي لأننا نحتاج أن نكون متساوي البعد من الدليل والبؤر إذن Y1 زائد ربع A الحدث هنا أن نأخذ ربع A فوقه بشكل عام إذا عطيتكم فكروا بهذا بسرعة إذا عطيتكم معادلة لنقول أنها Y ناقص 1 يساوي 2 2 ضرب X ناقص 3 تربية فيمكننا أن نمثلها ونرسم البؤرة بشكل جيد وفي الواقع إذا كان لدينا أكثر من بؤرة دعونا نرى هذا محور X وهذا محور Y فأين الرأس؟ الرأس يكون عند النقطة 3.1 إذا نذهب 1 2 3 1 إذا هذا الرأس إنه قطع مكافع مفتوح للأعلى لأن هذا عدد موجب في الواقع إليس علينا أن نعرف هذا فإذا قمت برسم البؤرة بالدليل ربما ستكون قادرا على إيجاد ذلك لكن أين نقطة البؤرة؟ نقطة البؤرة ستكون ربع A فوق هذه النقطة 1 على 4 ضرب 2 ويساوي ثمن إذا المحل الهندسي سيكون قريب جدا سيكون في الأعلى هنا ستكون ثمن فوق الرأس ومن ثم سيكون الدليل ثمن تحته أي سيكون هنا الدليل سيبدو هكذا الدليل سيكون هنا ونقطة البؤرة هنا وتمثيل القطع المكافئ سيبدو هكذا على أي حال أتمنى أنني لم أزعجكم كثيرا والهدف من القيام بكل هذا هو لإدراك أنه سهل أن نجد البؤرة والدليل للقطع المكافئ إذا كان لديك معادلته بهذا الشكل نأخذ أي عدد مهما كان ونضربه بهذه العبارة المربعة أي عدد كان وتكون القيمة المربعة ونقسم على 1 على 4 برب هذه القيمة ومن ثم أنت تعرف المسافة من الرأس إلى البؤرة وتعرف المسافة من الرأس إلى الدليل وبهذا يتم الحل أراكم في العرض التالي